إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزهي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أحبتي في الله يتجدد اللقاء معكم في برنامج من شر حاسد أتمنى إن شاء الله أن حضرتكم تفضوا نفسكم تسيبوا اللي في إيديكم ونركز مع بعض في الحلقة بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم توقفنا في اللقاء السابق في الجمعة الماضية عند سحر الربط وبعدناكم أن أنا بفضل الله وبحوله وقواتي سنتكلم عن سحر الربط عند الرجل بل وعند المرأة الشائع عند الناس كلها أن السحر الربط بيكون عند الرجل فقط ودي من المعلومات الخاطئة لأن هناك سحر ربط للمرأة كم نوع؟ نوع واحد؟ لا، اثنين؟ لا، مال أربع أنواع لسحر الربط عند المرأة هنتكلم فيهم بالتفصيل، تركزوا معانا علشان خاطر، مو ربما يكون عندك سحر أو عندك سحر الربط وانت ما تعرفيش هنتكلم نزكل أربع أنواع طبعا إن شاء الله هنتكلم فيهم برضو على استحياء لأنه مش هينفع أن نتكلم فيهم بالتفصيل وهنتكلم كإشارات فالناس تصلي عنه صلى الله عليه وسلم وتركز معانا ونبدأ الأول بسحر الربط عند الرجل سحر الربط عند الرجل هو أن يقوم السحر بعمل سحر بعقد الرجل عن زوجته يكون الإنسان أو الرجل سليم معافى صحيا وبدنيا وطبيا وإذا أراد أن يأتي زوجته لا يستطيع يشعر يعني يشعر بشيء غريب وبعد عن زوجته كويس جدا عندما يريد الإقتراب من زوجته ويرود أن يأتيها أو يجمعها لا يستطيع طبعا سحر الربط منتشر جدا جدا وإن شاء الله علاجه سهل بس منريد أن ننبه الأول أهم نقطة إذا حد من الشباب في زواجه أصيب بسحر الربط أوعك تروح لسحراء أوعك تسمع لنصايح بعض الأصدقاء اللي هم أصدقاء السوء يخبرك ويقول جرب مع امرأة أخرى يوجهك إلى الزنا ده من الصاحب ده عدو ليك ده اشطام في صورة بنى آدم يا عم الشيخ لماذا تقول هكذا؟ حصل فعلا ناس كتير يا عم الشيخ رأيك فلان وفلان وفلان أخبروني أن أجرب مع امرأة أو غير زوجتي أي يزني ليه يبني حتى أتأكد من صحاتي عادي تشوف نفسك كويس ولا لا إياك وإياك وإياك أن تخترب من هذا حرام من الكبائر الزنا من الكبائر عليك بالأول رقة نفسك حد من أهلك يرقيك عليك الأول تجرب أول ليلة وتاني ليلة ربما تكون مرهق من الفرح وما اللي بيحصل في الفرح ربما تكون نفسيا مضغوط من المصاريف الفرح من اللي بيحصل قبيل الفرح ربما يكون عندك ضغط نفسي فتجرب مرة وليلة واثنين وثلاثة طيب في شيء مش صبيعي أو وجدت عراض الربط موجودة هنا يا أم ترقي نفسك زوجتك ترقيق أو تتصل أو تذهب إلى راقي شرعي يرقيق ويقرأ عليك الرقية تمام وسوف أقول في ربط الرجل شيء نافح سبع ورقات سدر ذلك يصل على الحبيب سبع ورقات سدر يضربوا في الخلاط تضاهم على ماء تقرأ على الماء الفتحة أيها الكرسي الكافرون الإخلاص المعزتين ثلاث مرات أو سبع مرات على الماء المخلوط بورقة سدر مطحون والزوجة استحمى بي وفضل معاه الزوجة ويجرب إن شاء الله يفك سحر الربط عند الرجل طيب سحر الربط عند المرأة أربع أنواع النوع الأول بعد ما تصل على حيب صلى الله عليه وسلم سحر المنع النوع الثاني سحر التبلد النوع الرابع سحر النزيف النوع الثالث النزيف النوع الرابع سحر الإنسداد طيب سحر التبلد أو المنع الأول المنع هو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته تمنعه تمنعه بكل ما أوتيت من قوة فإذا سألها لماذا تقول لا أدري مش عارف أنا منعك ليه ده اسمه سحر المنع عند المرأة سحر الربط المنع طيب سحر الإنسداد إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجدها قطعة من اللحم طيب سحر التبلد أن لا تشعر المرأة بأي لذة مع الزوج وتكون متبلدة كأنها مخدرة كأنها أخذت حقنة مخدر ده اسمه سحر التبلد سحر النزيف أو سحر الربط النزيف عشان فيه نوع تاني من الأسحار اسمه سحر النزيف غير سحر الربط النزيف سحر الربط النزيف المرأة تكون زي الفل إذا أراد الرجل أن يأتيها فينزل عليها نزيف يحدث لها نزيف ابتعد عنها أو سافر يقطع النزيف أو يمنع النزيف سحر النزيف الربط إذا أراد الرجل زوجته بيحصل سحر نزيف أو يحصل لها نزيف أو استحاضة كما يسمى الفقهاء ابتعد عنها خلاص زي الفل ده اسمه سحر الربط النزيف مش عاوض نطول لأنه طبعا منتكلم في الموضوع على استحياء فإن شاء الله ندخل بقى على السحر اللي بعده هتكلمنا لحلقة المادة على أنواع أو بعض أنواع السحر سحر المرض وسحر الخمول وسحر التخيل طبعا سحر المرض هنذكره تاني لأنه فيه كتير منكم تتصلهم معلش عام الشيخ أو بعثونا على صفحة الفيسبوك أبو الفداء عبد العاطي عمر طلبوا مننا أن نتكلم عن سحر المرض مرة أخرى طيب النهاردة معنا سحر النزيف بعد سحر الربط سحر النزيف الأطباء بيسموه نزيف الفقهاء بيسموها استحاضة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو عرق أو في حديثة أخرى إنما هي ركضة من الشيطان في عرق في الرحم الشيطان بيقطعه فيحدث نزيف عند المرأة وتكشف عن الدكتور واثنين وثلاثة ما فيش حل خادت الحقن منع النزيف وبرشام واوة برضو نزيف شغال ده اسمه سحر النزيف طيب سحر النزيف ممكن يستمر وقت طويل آه أتتنا حالات سحر نزيف 18 يوم متواصل سحر نزيف 3 شهور متقطع سحر نزيف 8 شهور متقطع يعني بيمنح في الشهر 4 أو 5 سيان فقط وطول الشهر عندها نزيف والغريبة إنها ما بيتخسش وبيحصل لاش أنيميا حالات نادرة اللي بتحصلها أنيميا من سحر النزيف طب نزيف نازل باستمرار معظمهم ما بيحصلهم شيء أنيميا يعني 20 في المية 15 في المية بيحصلوا أنيميا من سحر النزيف طيب سحر النزيف علاجه صلي على الحبيب طب صلي كمان مرة علاجه إذا كان السحر خفيف زيت زيتون تقرأ عليه الرقية مش حافظ الرقية تقرأ عليه الفتحة آية الكرسي خواتيم البقرة الكافرون الإخلاص الفلق الناس ثلاث مرات كل صورة تقرأ على زيت الزيتون ويدهم به في محل نزول الدم بفضل الله يمنع الدم سحر نزيف توقف تماما طب إذا كان السحر سفلي أو سحر قوي فعليك بالذهاب إلى راقي متمكن يقرأ الرقية كاملة ويعطيك بعض العلاجات لمنع النزيف أتتني امرأة مع زوجها وخبروني أن النزيف مستمر عليها منذ 18 يوم وذهبوا إلى مستشفيات كذا ومستشفيات كذا وطبيب الفلان وطبيب العلاني وأخذت كل العلاجات التي تمنع النزيف وما فيش حل طبعا الزوجة موهومة والزوج موهوم والأهل والأحباب كلك موهمين لما أتتني تقريبا كم معها حوالي 18 بنا آدم كل خايفين عليها والمرأة يعني نفسيا متدمرها مهزومة نفسيا تشعر خلاص بالموت وهمت نفسها خلاص أنها كلها أيام وهتموت بسبب كسرة النزيف فضل الله قرأت على الرقية وعطيتها العلاج فضل الله يا دوب رواحة بيتها زوجها اتصل الحمد لله توقف النزيف فسحر النزيف للناس ما تخافش منه ولكن عليك بسرعة بسرعة العلاج لأجل اللي احنا وصفناه طب لم يتوقف لا يذهبي إلى راقي متمكن حالة تاني عنا نتكلم فيها وهما جدا 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 لأن تقريبا عدد كبير جدا تصل بي في خلال سبوع الماضي وطلب الطلب ده يا عم الشيخ انت من حتى من المنوفية طب احنا من المكان الفلان بعيد جدا ينفع روخي بالتليفون لا طب علدني من عندك يا عم الشيخ ما ينفعش طب هنبعطه لك اللي انت عايزه وعالدني من عندك أصليحنا عشان نيجي احنا بلدنا بعيدة والمسافة بعيدة ومش عارف ايه يا اهل الخير يا جماعة الخير يا مسلمين مفيش علاج بالهاتف لا يوجد علاج بالتليفون لا يوجد علاج عن بعد صال على الحبيب كده وركز معي وسيب لي فيدك الله يبرك لك وانت يا أختي خلي بالك معي وسيب اللي في ايدك اللي عمل السعر مع اللي بجواره واللي عمل يتكلم مش عارف في التليفون سيب اللي في ايدك وركز معي الله يبارك لك. نركز في الموضوع عشان موضوع خطير. طب ده احنا في الشيخ فنان الفنان على تيك توك ولا مش عارف على فين. اتصلنا به وطلب بيبعث له فلوس في دافون كاش وهيعالجنا من عنده. نصب. احتيال. قلنا في اللقاءات الماضية. اللي يطلب الاسم. اسمك. اسم امك. يطلب سورتك. يطلب اثرك. اثرك يعني اي شيء من ملابسك. اذا طلب حين من دول. هذا ساحر. الناس بتستسهل. يجلس على على الدكة ولا على الكرسي ولا على السرير. ويكوع. ورنيني على عم الشيخ. ونشوفه اللي عندي. ويعالجني من عنده. ويبعث له الفلوس اللي وعايزها في دافون كاش. يا حبيبي انت عايزة نصب عليك. ومن الاشياء اللي ضيقتني. امرأة اتصرت. سلام عليكم الشيخ فلان. نعم معاك الشيخ عبدالله. خيرا. والله يا عم الشيخ انا مريضة ومنذ سنوات. وا 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 وا. من امتى من عشرين سنة عندي سحر. وفعلا اخبرتني باعرض لها عندها اعرض سحر. طيب ما فيش مشكلة هذيك شرفين ان شاء نقرأ عليكم الرقية او نروح اذهبي الى اقرب راقي. لا يا عم الشيخ بس ايه اخبرني بآية. قل لي آية تحل الموضوع. والله لو نعرف آية تحل الموضوع ما هنتأخر عنك. ما فيش ست لكل الكلام ده. طب اي بس شيء نعمله كده يعني ايه هد الدينة شوية. طب بس انت يا عم الشيخ من عندك بس يعمل اي شيء من عندك هدي لديه لدينا شوية. ازاي ست الكل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت كده محتاجة نصاب. محتاجة ساحر. يرسل اليك جن شغال معاه طبعا يسكن الموضوع عندك شوية وتبعت له فلوس. اسبوع اتنين شهر تتعب اكتر من الاول. لانه بيعمل ازاي. بيبعت جن اقوى من الجن اللي في جسمك. بيسكن السحر في الجسم. زي حسب مدة اللي اخبروا بيها اسبوع باتنين شهر. وبعاكا تتعب اكتر. وزودت على الاسحار اللي عندك خادم جديد داخل الجسد. ففي نهاية المكالمة ست والله ما ينفع. لو بامكان نعالجك من عندك والله ما يتأخر. بس ما نعرفش. ما ينفعش. هتتعرض للنصب من الاخرين. طبعا في اخر المكالمة الستة تضايقت جدا مني. وقالت الله يسمحك. اما الشيخ ازاي. اما اللي انتو بتشعرف ايه. واخذت تسب وتشتم. ليه? علشان رفضت. ننصب عليه. ربنا يعرفينا جميعا ان شاء الله ويسبتنا جميعا على الحق. فانت يا سيد الكل. وخصوصا الستات. لان اكثر اللي بيتصل بالموضوع ده. عالجني ما عندك يا عم الشيخ. ويبعت لك اللي انت عايزه. اللي فروس اللي انت عايزها هنيبعتها لك. بس هتدري الموضوع شوي. طبعا لجني شوي. ازاي؟ لا يكلف نفسها لو سعى. والله ما في ايد اي شيخ يعرف ربنا جعلجك على بعد الا بالدعاء بس. وطبعا الدعاء ده مش حكرة على المشايخ. مش حكرة على اي حد. الدعاء على الناس كلها. ادعي لنفسك. اخرى تقول ادعي كثيرا. ان اشفى. مزيما يا عم الشيخ. دعاتي امتي. يعني وانا بنصلي بندعي. ادعي بيقين. ادعي بإلحاح. واصبري. ربنا سبحان وتعالى. هيستجيب لك. ويستجيب لك. في الموعد المناسب لك. او لكن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اصيب بالسحر في صحر البخاري. دعا شهرا. تخيل حديثك النبي صلى الله عليه وسلم. اخذ ادعي شهرا كاملا. انت دعيت ايه? شهر اتنين تلاتة. هل ايمانك زي امان نبي صلى الله عليه وسلم? هل درجة قربك من الله. مثل الموطفى صلى الله عليه وسلم صلي عليه? لا ادعو. واصبر. وادعو بإلحاح. وادعو انت عندك يقين ان ربنا سوف يستجيب لك. وخد بالاسباب. ناخد بالاسباب ازاي? ارقي نفسك في الاول. زوجتك ترقيك. اخوك يرقيك. صاحبك يرقيك. مفيش فايدة. اذهب الى. راقي متخصص. يرقيك. هنا الشيخ اننا عملنا كل دي. لا انت عملت اخذت بالاسباب على التراخي. مش بيقين. لو اخذت بالاسباب وانت عندك يقين. الاسباب اللي انت اخذتها. اسباب شرعية. وترضي ربنا سبحانه وتعالى. وكان عندك يقين وحسن ظن بالله ان ربنا يشفيك. ربنا ان شاء الله هيشفيك. يقول الله تعالى في الحديث القدسي. انا عنده ظن عبدي بي. فليظن عبدي ما شاء. ظنت بربك خير سوف تجد الخير. ظنت عكس كده. الابعد سوف لا يجد الخير. فانت ادعو بيقين. ادعو بإلحاح مع الاخذ بالاسباب. يا عم الشيخ انا بنصلي و بنصوم و ساعة بنقيم الليل و كويس. بس برضو ما فيش فايدة. يا حبيب انت ما اخذتش بالاسباب. ما اخذتش بالاسباب العلاج. طيب والصالة. الصالة ممتازة. القرآن ما شاء الله هو الصالة والقرآن بيضعف قوة خادم السحر. ولكن انت محتاج رقية. محتاج علاج. عشان عقد السحر يتفك. ومشاري النفسات في الايه؟ في العقد. محتاج العقد السحر يتفك وخادم السحر في الجسد. يضعف ويمشي. قوته تضعف. وعندين في الاخر يهرب من الجسد. طب خذ بالاسباب صح. واذا اخذت بالاسباب. اسمع دي. وركز معي. وسيب اللي في ايدك الله يبارك لك. وصلى على الحبيب. حط دي فودانك كده. تتردد دايما فودانك. اذا اخذت بالاسباب وانقطعت بك الاسباب. هنا يتدخل مسبب الاسباب. بس نخذ بالاسباب صح. واحد عاوز يا رب ارزقني بولد. اللهم اكرمني بولد. ويدعو. ثلاث سنين بيدعو. انا عايز ولد يا رب. نفسي في ولد يا رب. فرأى رؤية. اتاه هاتف في المناة. قال يا فلان تزوج حتى يعطيك الله ولدا. تزوج الاول. المعلم كان عازم. ويباقي ربنا عايز ولد. خذ بالاسباب وتزوج عشان ربنا اديك ولد. كذلك الامر. عندك صوب حاسد بسحر بمس. اول شيء. اوعاتوهم نفسك. تاني شيء. خذ بالاسباب الشرعية التي توافق الشرع. واذا خذت بالاسباب وكان عندك يقين ربنا سبحانه سبحانه وتعالى. هيشفيك. والرقية تتوقف على شيء. على قوة ايمان الراقي. وقوة ايمان المرقي. تاني. قوة ايمان الراقي. وقوة ايمان المرقي. اذا المرقي ايمانه قوي. وعنده يقين بالله. انه الرقية هتكون سبب في الشفاء. ان شاء الله هيشفى بإذن الله. طيب ليه بنخبركم ان تذهبوا الى راقي متمكن. لانه طبعا بالاسف الساحة مليانة نصبين. الساحة مليانة مشعوزين. الساحة مليانة سحرة ودجالين. طيب اعرفوا ازاي عم الشيخ؟ قلنا في الحلقات السابقة. راجح حلقاتنا على النت. علامات الساحر وعلامات المعالج بقرآن. طب ازاي حط الشيخ دهوت في الميزان. طب ميزاننا ايه؟ ميزاننا الشريعة. القرآن والسنة. قال الله وقال رسول الله. تضع الشيخ ده في الميزان. اذا وافق الشرع ده على رأسنا. اذا خالف الشرع ارمي بيها عرض الحاج. سيبك منه خالص. وقبل الذهاب الى المعالج او الراقي اسأل عنه واحد واثنين وثلاثة. اسأل عنه مرة واثنين وثلاثة. حتى لا تقع في الكفر. كفر يا عم الشيخ. قلنا قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذهب الى كاهنا او ساحرا وسأله عن شيء. فصدقه فيما يقول. فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنتضرج لشيء اخر. صلى الله حبيب الاول. طب ناس ما كانواش تعرف. واكتر منهم اتصل بي. يا عم الشيخ والله ما كنا نعرف في ان الزهاب للدجل والصحرة حرم كده وكفر. فاحنا روحنا بصراحة. وكانت نيتنا خير. الحل ايه? نعمله ايه? توبي الى الله. وانت توبي الى الله. بس التوبة لها شروط. ان انت تندم على مرواحك للصحرة. صلى الله حبيب وركز معاي. يا اختي هلو رحت للصحرة وضحك عليكي. وعملك البحر طحينة. وستنزفوا اموالك. وستنزفوا اشياء اخرى لبعض النساء. ربنا عافي المسلمات جميعا. صح صحي معاي وركزي معاي. سيلي فيديك الله يبركلك. اياك والذهب للصحرة. طب انا روحت يا عم بيشان ونقولتش نعرف انه حرام. انا كنت فاكرها شيخ كويس. طيب عليك بالتوبة. والتوبة النصوح. والتوبة لها شروط. شروطها ايه? الندم على ما قد فات. تندمي على مرواحك للصحر. او الدجل او العراف. وتندمي ندم صادق. مش ندم مزيف. تندمي شوية او اول ما يحصل اي ضرب عندك. هب على السحر على طول. لأت اندمي. على مرواحك لي. قال لأ اتنين. العزم. على عدم العودة مرة اخرى. تاخدي قرار وتاخد قرار. انا مش راح لصحرة تاني. ولو اضطريت نروح لراقي نسأل عنه مرة واثنين وخمستاشر. يبقى اول حاجة. الندم على ما فات. العزم على عدم العودة مرة اخرى الى هذا الاساح. البكاء والدعاء والصدقة. والعمل الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادية الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا رب. ان الله يغفر الزنوبة جميعا. طيب ناخد اتصال معانا لأستاذ نعمد فضلي. تعال هوا. السلام عليكم فضلت الشيخ. وعليكم السلام ونحط الله يا بركات. لو سمحت فضلت الشيخ. انا ليه اخويا آآ متزوجه مع ثلاث اطفال. وآآ وكان معمول له سيح. وآآ ودمنان له الشيخ عالده في البيت. وآآ وبقى كوي. الحمد لله. آآ بقى يصلي ويروح الجامع ويصلي وكده بقى كوي. راجح تاني جاعد على الموال جيه ست شهور خمس شهور كوي. ايش. فآآ راجح تاني آآ ما نعرفوش حصله ايه مرة واحدة قطع الصلح. وتعزل عن البيت كله واهله واخواتهم وابوية. وجعد وعزل نفسه جعد في شجته. وبعد كده ايه طلع اشتغل تاني. ودلوقتي جطع الصلاة نهائي في البيت وفي الجامع. طيب الشيخ اللي اللي راح له المرة الاولانية. كان بيقرأ بالقرآن ولا كان معه خدمة وجنه ونصب من ده. صراحة. هو صراحة ما ما كان بيقرأ برضو آآ 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 سلط. لا انتو شفتوه معاه خدمة ولا معهوش. هم ازلهم بيقرأ في قول بقرآن بعد كده اخوش احد تاني. آآ لا بعد كده بقى يمشي ايده عليه كده ويمشي ييده لحد رجلال تحت كده ومش عارف ايه ولو شم رحة شم رحة دخانة وشم مش عارف ايه وكلامه ديه. طيب اخوك يعرض على راكي اخر. يعرض ايه? على راكي اخر. شيخ اخر يمكن يقرأ عليه ورقين. طيب اللي هو فيه ديه صدوده عن الصلاة والكلام ده كله. هو اللي هو فيه لازم لازم نسأله هو عن عراض السحر. انا ما نعرفش ايه اللي هو فيه. لازم هو اللي يتصل ويسأله على كم عراض عشان نشوف هلع عنده عراض سحر ولا دي اكتئاب نفسي ولا عنده مشكلة نفسية ولا ايه? آآ. لازم نسأله يعني ممكن تكون ميالة برضو المشكلة نفسية لانه منعزل عن وارج وارج اصلا ما كونش تعالج من المشكلة الاساسية. كون خد مسكن بس. وارج. واسأله عن الشيخ مرة واثنين وخمستاشر. اه. بس. اه. ماشي يا شيخ. شكرا. شكرا. اصلا الله عزم رب العرش عظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقمة. طيب اه سؤال مهم خالص. هل يتأثر الجن المسلم بالقرآن? يعني شخص لبس جن مسلم. هل يتأثر بالقرآن الجن المسلم? اه. ازاي عمل الشيخ ده مسلم? اه والله يتأثر بالقرآن. ازاي الجن المسلم يتأثر بالقرآن? لانه بالفداية اصلا جن ظالم. ليه ظالم? لانه تلبس بانسي. ولا يجوز التلبس الجني بالانسي. تاني. عشان بعض الناس اللي ملبوسة اصلا داخلها شياطين والجن. وانحنا منعال. ده صحنا بمرشة لا بالخير. كل صالح ينبهون نروح للصالح. لا يجوز. لا يجوز تلبس الجني بالانسي. طيب. مجوعة مسلم يا عم الشيخ. ازاي الجن المسلم هتأثر بالقرآن وهو مسلم? طيب. احنا كبنى قدمين. لما بنسمع القرآن. وآيات الترغيب والترهيب. آيات الجنة وآيات زكر فالجنة وزكر فالجهنم والنار. انت كمسلم بتتأثر شيء؟ احنا تأثر. اذا هو كمان هتأثر. اذا كان مسلم وكويس ودخل الجسد غصب عنه هيتأثر وهيبكو وهيندم على اللي هو عمله. يعني لو قرآن الادة على جن مسلم. والجن تأثر بالقراءة ده هي. معظمهم اذا كان مسلم حقا بيبكي ويخبرون انا غصب عني هم اللي بعتوني انا مش عارف ايه. فيتأثر بالقراءة. طيب ناخد الساعة الياء معانا على الهاتف. تفضلي. عليكم. عليكم سلام الله وبركاته. تفضلي انت على هاو. لا سمحت يا سيدنا مرآنة. فضلي. انا عندي اولادي براح اخطب لهم مثلا بعدين بجاعدين اتدوزهم. ياش. يا اما هما مثلا ايه احنا نرفض اول هما اللي رح لهم يرفضوا. تمام. والموضوع تتكرر كتير اول اولاديك بيصلم. نعم. والاديك بحافظونا على الصلاة. او. طيب بيحلاموا بتعابين او كلاب او احلام تحرش. ايه? بيحلاموا بتعابين او كلاب او مقابر او احلام تحرش. فيه واحد بيحلم كده مرتين. اه. حلم باحلام تحرش او احلام التانية. لا احلام مثلا كلب او حاجة لمغزة حاجة ده كده. اه. طيب حد فيه اشتكى من معدته. لا. حد فيهم بيحب العزلة. لا ما. لا هو يا ابن. لا هما بيحب الاختلاط كل حاجة. طيب. خد الرقم. خد الرقم 10 العشاشة. وان شاء الله يعني على الساعة 11 هاتفين تلفونيا. وانكلمهم. نسألهم بس على كم عرض كده. وانا عشان ان شاء الله نحاول نشخص حالتهم. طيب معلش بعض الناس بتاتصل يا عم الشيخ انا عندي كزا وكزا وكزا وكزا. التشخيص بالاعراض تشخيص مبدئي. يعني ايه? يعني عشان نأكد التشخيص لابد ان نقرأ على الشخص. طيب يا عم الشيخ انا بحصل لي كزا وكزا وكزا. ممكن اعراض تكون واضحة. لا حالتك كزا. طيب الاعراض مش واضحة. ما معرفش المشخص او نأكد التشخيص الا عندما نقرأ على المريض. عشان في ناس ايه يا عم الشيخ طب انا بحصل له كزا وكزا وكزا. طيب ماشي. اذا كده اعراض واضحة دي اعراض كزا. طيب اعراض مش واضحة. زي الحالة لك بتصال بنا كده. لا لابد ان اجلس مع المريض واقرأ عليه رقية عشان يتبين. نرجع لسؤالنا. الجن المسلم. هل يتأثر الجن المسلم بالقرآن? اه يتأثر الجن المسلم بالقرآن. واخصونا ازا كانت الايات فها ترهيب وترغيب. طيب واحد تاني يا عم الشيخ انا حاسس ان اعندي كل اعراض نتذكرتها. ورحت الراقي واثنين وتلاتة بس مزهرش علي اي شيء. ما فيه السريخ ما فيه الصوات. يا اهل الخير يا جماعة الخير. الحالة اللي بتصوت وتسرق وتعمل هذا دي. عليها جني ضعيف. جني ضعيف مش مستحمل القراءة. مش مستحمل سماع القرآن. اما الحالة اللي فيها مرضة او فيها جني قوي. تقرأ عليه بيكمن داخل الجسد. خش دوء الجسم. وما بيحولش ان هو يتأثر عشان يشعر الراقي او يهم الراقي ان الشخص ديه سليم. الحالة اللي بتصرق وتصوت وتعمل هيصة. هذا جني ضعيف مش مستحمل قراءة القرآن. فمش كل حد ملبوس او مع السحر او حاسد او مس بيصرق ويعمل هيصة. بالعكس الحالات اللي بتصرق بتعمل هيصة دي حالات ضعيفة مش قوية. المشكلة في الحالات اللي تقرأ عليها يكون عندها عراض السحر كاملة عراض الحاسد كاملة وتقرأ عليه ولا يظهر عليه اي شيء. ولكن دي وصية للرقاة. اذا كانت هناك حالة عندها الاعراض وقرأت عليها ومفيش اعراض. ظهرت كتر في القراءة ويقرأ الايات اللي فيها ذكر جهنم وذكر الجنة. ايات الترغيب والترهيب. غصب عنه هيتأثر والمريض هشعر بنبض في بعض الاماكن في الجسد. بألم في بعض الاماكن. بتنميل في الاطراف او بصداع. لازم او ضربات قلبي سريعة. لازم مع القراءة هيتأثر الخادم السحر مهما كانت قوته. طيب. صلى على حيوة صلى الله عليه وسلم. مش عايز بس انفوت ولا سؤال. في حد باعت بيت يظهر بيت يظهر فيه الدود كثيرا. دود ابيض. البيت اللي بيظهر فيه دود ابيض كثيرا. دي اول علامة من علامات الحسد. البيت اللي بيظهر فيه دود كثيرا. دي علامة من علامات الحسد. البيت ده متعرض لحسد. واهله متعرضين لحسد. اكسر. ليه عم الشيخ اكسر اللي بيذهبوا للصحرة نساء. صلى على الحبيب. ليه اكسر اللي بيذهبوا للصحرة نساء. لان النساء بيقدموا العاطفة على العقل. النساء بتقدم العاطفة على العقل. ودي رسالة لكل الازواج. لكل للشباب. لكل الرجال. شوف مين اصدقاء زوجتك. شوف مين اصحاب اختك. شوف مين اصحاب والدتك. لان لا يفسد المرأة الا المرأة. ونكمل بعد ما اخذها تصنى يا سريع ابن تعالى هوا تفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يبركاته. الله يبرك فيك. اتفضل. ربنا برك في حضرتك يا رب. واياكم يا حبيب. اياكم يا حبيب. لا سمعت ما لا يا راس بالله عند حضرتك سوال يعني لو ينفع يعني. هو امر يا حبيب فضل. لا سمعت ما والله هل هل الجن يكره الحلتيك? اه. طيب. الجن يكره الحلتيك بالتجربة. تمام? الجن يكره يكره الحلتيك بالتجربة. طبعا الحلتيك ما وردش في الشرع. طب واحد هيرد علينا يا عم الشيخ ما وردش في الشرع بتعمله ليه? طب الكتفلام المساكن وردت في الشرع. دوا الكحة وردت في الشرع. دوا مش عارف ايه وردت في الشرع. لا ما وردش في الشرع. بس دوا. وكذلك هزا دوا بالتجربة. والشيخنا رحمه الله اسأل الله جل فعله ان يغفر له وارحمه. شيخنا ابن عسيمين. اوصى بالحلتيك. ولكن قال لا تزيدوا عن جرام. في حلتيك بخور وفي حلتيك بلع. فضل لك سؤال تاني. اه. فضل. ما هي انواع البخور الذي يكرهها الجن. طيب هنذكر لك مجموعة من هكده. لك تصال تالت. سؤال تالت. فيها سأل اخر اخر رجب. طيب. فاصل اخر رجب. اي انواع البخور التي يكرهها الجن. برضو بالتجارب. تجارب العلماء السابقين الخبرة. وتجارب من الف وتسعة لحد النهار ده. اللبان المر. او الكزبرة. الحب. التقاوي. اه. الحلتيت البخور. بيكرهه الجن. اه. الملح. مع وجود خلاف طبعا بين العلماء. ولكن بالتجربة سابت. هنا هنا اللبان المر. اه. حبة البركة. اه. اله. اله. ورق السدر. ذكرناه. ورق السدر. اه. الكزبرة اللي هي التقاوي سواء مطحونة او سليمة. وفيه طبعا انواع كتيرها تانية. ولكن دي الانواع اللي الحمد لله. يعني تأثيرها قوي الى حد ما. طيب. اه. نعود الى الانواع السحر. سحر الجنون. سحر الجنون له اعراض. سحر الجنون له اعراض كثيرة. اول اعراض الشروض والزهول والنسيان الشديد. الانسان عايش حياة طبعية خالص. وده اكتر اللي اتوني فيه محاسبين. عشان شغلوهم على الدماغ. او المديرين. طيب عنده سحر جنون. من اعراضه الشروض الزهني. كسرة التفكير. العزلة. شعور بخنقة في الصدر. شخص البصر وزوغانه. كلم معاه كله معينك تأتي في عينه. عينك في عينه على طول. لا لا مش مركز معاك. يبص لك وبص حوالي منه. تشعر بنظرات غريبة في عينيه. عدم الاستقرار في مكان واحد. دائما اتنقل من مكان لمكان. عدم الاستمرار في عمل معين. كل يوم في عمل. وفي الحادات الشديدة. سحر الجنونية يعني اذا اخذ في الانسان بينطلق على وجه هائما. يمشي. مش عاد نفسه راح فين. فجأة ينام في مقابر. ينام في 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 ارض زراعية. ينام في خرابات. ده اذا كان السحر يتمكن منه. طبعا ان اس ما تنوهمش. يقول الحقيقة سبحانه وتعالى. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. معنا اتصال اتفضلي. معنا اتصال. فضل ارسل المياد انت معنا على الهوى. ايو. فضل انت على الهوى. ازاي حضرتك? خير الحمد لله. حضرتك انا متجوزة بقى لي عشر فيه. تمام. وحصل. يعني انا كنت عايش انا وجوزي كويسين ومكسين ما فيش اي حاجة. فجأة اه 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 دنيا صربطت حوالينا. فجأة هو ما عطي طيقني. وانا دلوقت يعني البيت اهلي بقى لي عشر شهور. هو عايز عايز يرجع لي بس في حاجة وخليها مش قادر. تمام. بشه يكلمني في التليفون ونبقى كويسين. وهو برع هو بيسافر. اول ما يرجع البيت تبقى بش طيقني. مش عايز يكلمني يعمل له بلوك من بعد التليفون. طيب يا اختي انا سأسألك كم سؤال. فيه تساقط شعر? ايه كتير. فيه قلم اسفل الظهر متفاوت? انا يعني انا متعب ممكن في الشهر تلات او اربع مرات بالقلم والواجه في جسمي. طيب لما كنت في بيتك في بيت الزوج. احنان كنت تشعر بخيالات حوالين منك? نعم ما فيه بس كنت لما يعني بنام بحس ان انا هقع. تمام. هقع من على حاجة فبأمي بزوعة. المعدة اخبرها ايه? المعدة تعبيني ما بس تحملش اي حاجة. طيب فيه شكة في الصدر فوق القلب او خفقان قلب. ايه وروحت الدكتور وقال لي ده ده زيت ارطوبة. طيب. بس السكة دي تزيد مع النفس. فيه اه حب العزلة? ان انا اعود لوحدي يامي. اه. ان انا اعود لوحدي في مكان وكده. اه اه. هو انا اتكماعية جدا بس الايام ديت انا مش عايز اشوف حد. تمام. التفكير اخبره ايه? زاد عن اللازم? الايه? تفكير. تفكر كتير? التفكير انا مش عادلة يعني من كتر الصبوع من كتر التفكير انا انا عرف سنان. طيب فيه ارق وقلق في النوم? ايه. طيب فيه احلام تعبين كلاب مقابر? باحلام بحاجات وحسنة فيه فيه حين امي احلام بحيونات. احلامت ان هي حناتي خلتي. اه. فهي اعدة مع خلتي اللي هي حناتي دي واعدة مع وقتها في التالية. وبتقول لها يا نجات ما انا قلت لك يا نجات قلت لك هناء شربت مصطفى المية السخنة. انا اقول لك ان هناء شربت مصطفى المية السخنة هناء دي في الفتح. طيب صلى على الحبيب من غير ذكر اسمها الله يبرك لك. اه والاحلام لا نعتمد عليها في شيء. الاحلام ربما يكون الشيطان هو اللي تمثل في كده هو العمل الحلم ده. وتكون اللي ذكرتها بريئة الله اعلم. ولكن نصحت لك عليك الذهاب الى راقي. وكلم زوجك وكلم حد من اهل زوجك او حد من مقربين اليه ان ينصحه هو كمان يذهب الراقي. يا سلام لو رحتم انتو الاثنين الراقي مع بعض وقرع عليكم الراقي وتعالجتهم. لان كده فيه علامات سحر تفريق. وسحر كراهية. هو يعني انتو بعيد عن بعض حابين بعض وعايزين تلم الشمل وكده. طيب لما يحصل محول لتلم الشمل وخلاص هترجع بيت زوجك. تحصل نفور تاني ومشاكل على اتفال اسباب. صح كده? هو بتعفض لما يروح البيت. دي اعراض سحر تفريق وياريتك تاخد المقطع ده هو من على يوتيوب ان شاء الله بعد حوالي تلس ساعات من من الان. وابعاتيه اللي زوجك ارسله له. ارسله له. وخليه يشوفه. ويعرض نفسك انتو هو على راقي لان دي علامات سحر تفريق. وواضح ان حضرتك بتحبي زوجك وغالبا هو كمان بيحبك. ولكن سحر التفريق هو اللي غير النفوس وتسبب في الفرقة. عليك بقراءة البقرة كثيرا والصلاة والدعاء. وبرضو خذي بالاسباب ويذهب الراقي انت وزوجك. نرجع لسؤالنا. ليه اكتر اللي بيذهبوا للسحرة نساء? لان العاطفة تغلب عليه. لا تفسد المرأة الا المرأة. وده كلام مهم. كلام خطير. لازم نركز فيه مع بعض. لا تفسد المرأة الا المرأة. بمعنى لو واحدة ملتزمة. ودينة. وبتصلي وبتقيم الليل ومحافظة القرآن. وراحت لوحدة مش ملتزمة. تاخد بايدها للطاعة. تاخد شهر واثنين وثلاثة وخمسة. في الاخر ممكن تفشل. اما لو واحدة مش كويسة. وراحت لمرأة دينة وكويسة. عندها سطاعة تفسدها في اسبوع. كلام خطير. بس حوالين مننا. كل واحد يبص حوالي ايه? شوف مين اصدقاء اختك. مين اصدقاء زوجتك. احد الصالحين كان عالم. وكان كل يوم في المسجد. يعطي دروس في الحديث ودروس في الفقه. فكان ضيق الحال. يعني ما كانش بيسعى على رزقه كسيرا. فكان فقيرا. فزوجته بتشجعه في ظهره. ومشاء الله ربنا هديهانه. فاتت اليها الجارة. جاريتها. جلست معها شوي. ياختي انتوا اللي انتوا فيه دي. وبانتوا طول عمركو هتنوا كده. ولماذا ايه? الناس كلها عملت وانتم عملتوش. الناس كلها بانت وانتم بانتوش. فلان اشتروا. فلان اشتروا. فلان اشتروا. فلان اشتروا. وانتم زي منتم. مفيش خطوة للامام. فخببتها على زوجيها. يعني ايه? كرهيتها في حالها. ده فلانا بها. وفلانا بتعمل. وفلانا سوت وانت زي من انت. فلانا بتروح وبتعمل وانت زي من انت. زوجها بيأتي لها بالملابس كل شهر. وانت كل سنة مرة. فخببت المرأة على زوجيها. فلما العالم ده رجع من المسجد. اول ما داخل البيت. يعني استقبلته زوجته. انت طول عمرك عمل فيها ومسوي. والناس كلها عملت. وحنا زي من محنة 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 محلك سر. وفلانا راحت وفلانا وعملت وفلان سوى. والناس كلها بتتقدم الى المام. وحنا زي محنة محلك سر. هنبغل خمسين سنة معاك عايشة. وهزين الصلاة اللي كلنا ايه? عارفين اللي فهي الكلام بيتردد. كل مع كل مشكلة. كلام هو سابت بيتردد من المرأة للرجل. هكذا معظم النساء الا مرحمة ربي. فماذا قال العالم? رفع ده الى السماء وقال اللهم اعمي من خبب علي زوجتي. يا ربي اعمل خلت زوجتي كده. اللي شقلي بتحله. فشوية سمع صوات من بيت الجيران. فزعبت مسرعة. في ايه اولاد فلانا اتعمت. استجاب الله له فورا لانه عالم ربان. اول ما شفت جرتها اتعمت. اسرعت الى زوجيها. تبوسي ديه والرأس ووشه وانا اسف وانا غلطانة وانا ما. سمحني وعا تاخذني. خافت على نفسها. وعلمت ان الزوج على الحق. الله ما ثبتنا على الحق جمعني يا رب العالمين. فالشهاد من القصة ان لا تفسد المرأة غير المرأة. مالك يختزي علينا ليه? والله زوجي. زوجي مش عارف كده لايف على واحدة تانية. تصرفته غريبة الفترة اللي فاتت. مش عارفة نعمل ايه? بس انا عن دليك الحل. ايه والحل? الشيخ فلان في الحتة الفلانية هنروحوله ما بياخدش منك كتير. هم بس الفين. هياخدهم منك ويزبط لك زوجك ده بخليه خاتم في اصباعك. ازاي? ايه وياخده سره باتع. ده انا مجرباه وفلانة وعلانة وفلانة. وتضحك عليها وتاخدها معاها وتروح للساحر. افسدت المرأة ولا ما افسدتهاش. وناس كتير وقع في هذا الخطأ. لازم ننبه اخواتنا وامهاتنا وزوجاتنا وبناتنا. اصحي. الصاحب ساحب. يتسحبك للنار يتسحبك للجنة. راحوا للشيخ. دفعوتي الفلوس. ده هيكون زي الختم في اصباعك. طب يعملت الحالة ده هي تروح يحطها في الاكل ويوكلها لزوجك. زي هي بتروح لزوجها. توكله السحر. عشان خطر ايه? ما يبص شوفش حريم. ما يبصش ما يشوفش الله هي بس. عشان يكون زي الختم في اصباحها. عشان يسمع كلامها. السحر اذا اخذ او ما اخذ شيء انت ضررت زوجك. ويبدأ زوجك يشتاكل من المعدة. والكليتين. والمسانه. والصدر. وفي معظم الاوقات وفي معظم الاسحار دي. بعد فترة ينقلب السحر على الساحر. يبدأ الزوج يكره زوجته. يبدأ يعملها اسوأ معاملة. صاحبتها. هي غلبانة. طيبة. ملهاش في اي حي وحشة. صاحبتها افسادتها. ذهبت بها الساحر. خلتها كفرت بالله. من زهب الى كهين. قال صلى الله عليه وسلم. من زهب الى كهين او ساحرنا او عرفها فسأله عن شيء. وصدقه فيما يقول فقد كفر بما اوزل على محمد. اتنين. عصت زوجه وخرجت دون علم دون ازن. تلاتة. دفعت فلوس زوجه لساحر عشان تأذي زوجه وتأذي نفسها. حرمية. اغزت المال من دون علم الزوج. وانفقته في الباطل دون علم الزوج. بعد كده خربت بيتها بايتها. معنا اتصال نستقبله. سلام عليكم. ومحبيبة الاحلام. انا رأيك الشرع. ما مش مفصر احلام يا دكتور ده والدتي متوفية. ما مش اما هي حلمتها متوفية او انت اللي حلمت ايه? انا اللي حلمت بحلم الوالدتي هي متوفية. حلمت لها حلم وعيزك بس نصيحة ومشو اكتر. طب يتفضلي. اخر حلم هنفسره في هذه الحلقة جمعة. عشان ما حدش تتصل لتفصل احلام. انا اخي يا دكتور. ازا عليكم بالصدقة. احنا عايزينك بس تشوف لنا الموضوع ده بس مش اقطع. اولنا سألونا. نعم مش عارف اسألي عنه غيري. ولكن النصيحة اللي انت طلبتيها تصدقوا عنها كثيرا. تصدقوا عنها كثيرا. لها ورث. لا ملهاش. ملهاش ورث. كان بالفضل حد في اولاتها عن حد تاني. لا ملهاش خالص يا دكتور. خلاص. لها اولات كتير. بس ما الله اعلم بالصدقة من الصبية. امتعين في الحريم اللي متجوزة اللي هي بالصدقة ليه. ما عليش تاني. لا سمعتش. طيب اه اه كنت سمعين من الشاشة. اسألوا عنها عن هذا الحلم غيري. ولكن عليكم بالصدقة والدعاء للام. نعود الى النساء والذهاب الى السحرة. السحرة بتتفكر المرأة بتفكر بعاطفتها الاول. تروح للسحر. بيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. يا انها ربا ده شيخ عارف كل حاجة. فيطلب منها المال. مرة في مرة بيطلب المال ويطلب اشياء اخرى. كنا فاهمين. فاياك والذهاب الى السحرة. هتعبي زوجك. تعبي نفسك. هتعبي اولادك. طب يا عم الشيخ انا ابني ببهدلني. مغلبني. عايزة يسمح كلامي وكل زي خدم في صباعي. عايزة زوجي يحبني. زوجك يحبك. طب وبعدين. ادعيه بالمحبة. لا دفلان اخبرتني ان هروح معاه للشيخ فالان. هعملنا سحر محبة هيموت فيه. هتخريبي بيتك بنفسك. طب يا عم الشيخ مش هروح معاها ومش هروح للسيخ. عايزة زوجي يحبني. عاوز زوجك يحبك. خلي لزوجك بيشوفه في الشارع يشوفه عندك. حبيبي بي زوجك في بيتك. حبيبي زوجك في هيئتك ومنظرك وشكلك. حبيبي زوجك في البيت بالاكلة الحلوة. الكلمة الحلوة. وننصح الزوج عشان يا عم الشيخ انت كده متحمل على المرأة. كلمة الى الزوج. وكله صلى الله عليه وسلم. كلمة خطيرة للزوج. عاوز بيتك. يمشي صح? عاوز زوجتك. تحبك كل يوم عن الثاني? آه تعلم سياسة التغافل. سيدة قومه ليس بالمغفل. ولكن سيدة قومه المتغافل. يعني ايه متغافل? كل عشر اخطاء امسك في واحدة. وفوت التسعة اللي ملومش لازمه. مش تسيب الكبير وتمسك في الهاية فتعمل احسن مشكلة. تاني نصيحة للزوج. وكل زوجة لو زوجها مش موجود معها. تقول له هذا الكلام. تاني نصيحة لك يا زوج. السهر مع مراتك. اه اه. السهر مع مراتك. اسمعها كتير. ده بالسهر معها هزاعم الشيء. عندما تأتي من العمل. تجي من شغلك. تاكل. اجلس معها. انتهاء لوحدكم. لو نصف ساعة في اليوم او ساعة. اسمعها. اسمعها كتير. لما زوجتك تكون عندها مشكلة. وتكون متعصبة. عايزة تحكي المشكلة. سيبها تحكي المشكلة. ليه? هي مش عايزك اصلا تحل المشكلة يا حبيبي. وما العايزة عميش ايه. عايزة تفتفض اللي عندها. عايزة تتكلم. عايزة تطلع اللي بالداخل. مش عايزك تحل مشاكل. سيبها تتكلم. قو اياك انت قاطعها. قو ما تقطعهاش. سيبها تطلع اللي عندها. ده حصل وحصل وروحنا سيبها ما تخلص خالص وبعد ما تخلص المشكلة بص في عينها واخدها إيه الحلوة دي؟ وشك منور النهار دي إيه الجمال دي؟ ناست المشكلة كان بتحكاها أصلاً لأن هدف المرأة مش الناس أنت حللها لمشكلتها أمال هدف المرأة اتنين الأول تسمعها التاني تفتفض وطلع اللي عندها نساء فيها طبيعة غير الرجال لو حضرتك وانت ماشي في الشارع قبلت مثلاً أخت زوجتك أو أبوها أو حد من أهلها ووقفت مع أبوها مثلاً نص ساعة لما بترجع بيتك بتخبرها إيه؟ والله أنا قبلت والدك وقال إيه وقلت لها في خمس دقائق فقط صح كده؟ جلست مع والدها نص ساعة تحكم لها في خمس دقائق بل في دقيقتين طب لو العكس هي كانت في مشوار وتقبلت مع والدتك جلست مع والدتك خمس دقائق تحكم لك في كام؟ في نص ساعة ليه؟ الرجالة عايزت الخلاصة طب إيه اللي حصل والله؟ طب الخلاصة إيه؟ رسدوا على أي والله كذا وبتسلم عليك خلاص مش عايز نعرف تاني أما النساء يا حبيبي لازم تعرف فقه زوجتك عشان البيت ما يتخربش عشان مش كل حاجة سحر وعمل وأصحار لا قبل السحر والعمل والأصحار نراجع النفسينة اجلس مع زوجتك واسمعها النساء بتحب التفاصيل يعني لو موقف حصل في دقيقة تحكيه في ربع ساعة ليه؟ هي بتحب تحكي بتفاصيل التفاصيل فاجلس مع زوجتك واسمعها خليها تفاطفض خليها تتكلم ليه؟ لو ما سمعتهاش وهي ستة محترمة هيحصل لها كابت داخلي ولها كابت ينعكس عليك وعلى أولادك الكابت دي هينعكس عليك وعلى أولادك صوتها عالي على الأولاد متنرفزة دايما عندها أخطاء في البيت مش مهتمة بيك ليه؟ عشان حضرك ما سمعتهاش وهي محترمة لو مش محترمة عافان الله وعافى المسلمين جميعاً هتخش على الوطس هتخش على الفيس أشعر بالحزن يا سلام لو واحدة طلقت على الفيس أشعر بالحزن 17 ألف طبيب نفسي مالك حزنة ليه؟ اللي زيك يزعل لا 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 إزاي دمت تتحطي ببترينة إزاي؟ إيه اللي حصل؟ والكلمة على الخاص وهي طبعاً في فترة ضعف وفترة خلاف مع زوجها أي حد يتكلم على الفيس إيه بس اللي مزعالك وإنت ماك مش دعوة يبدأ يعني يدحل بالعامية كده لحد ما يوصل لها وهي في فترة ضعف تضعف معاه وتسمع له خربت الدنيا لو الزوجة محترمة هيحصلها كابت نفسي وحتينعكس عليك وعلى أولادك لو الزوج عكس ذلك هتدور على اللي يسمعها اسمع زوجتك بدل ما أنتب تسمع على الناس التانين اسمع حلالك اسمع اللحمة الحلال وتكلم مع اللحمة الحلالة زوجتك وابعد عن اللحمة الناتنة اللي هي الحرام معنا اتصال سلام عليكم اتصالوا للاختام صلى على الحبيب طيب بيخبرين في الكدرودني خلاص الحلقة وقت الحلقة انتهى كان عندنا حيات أشياء كتير كنا نتكلم في سحر تعطيل الإنجاب وكيف نفرق بين سحر العكم الطبي والعكم بسبب الجن أو السحر كان عندنا أسئلة كتيرة تانية لو أنا عندي سحر وحابب نتوب نعمل إيه كان عندنا سحر المحبة والأسار العكسية المترتبة على سحر المحبة طبعا الوقت انتهى فإن شاء الله هنتكلم في الجمعة القادمة ساعة كام؟ هتنتظرنا بإذن الله ساعة تمانية سيبي اللي فيدك الساعة تمانية من تمانية لتسعة ولو اخرنا تمانية وخمسة تمانية وعشرة ما عليش تستحملوني من تمانية لتسعة فض نفسك يوم الجمعة من تمانية لتسعة وانتظرنا إن شاء الله هتكلم في أشياء عن السحر والحسد وأسرار البيوت وفي النهاية نختم ونصيحة للزوج اجلس مع زوجتك اسمعها اتكلم معاها اللي عند زوجتك هو اللي عند التانيين وانت اجلسي مع زوجك وتكلمي معاه واسمعيه اللي عند التانيين عند زوجك بس اللي عندك حلال واللي عندك حلال خليكم في الحلال وان نبتعد عن الحرام وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة